السلام عليكم أنا عبد الرحمن أحمد محمد كورن أنا دلوقتي طالب في ثلثة سنة وعاء أنا دلوقتي إحنا كنا مستنيين النتيجة كنا مستنيين إن إحنا نطلع من الأوائل بس لما النتيجة نزلت لأننا انتلعنا نفسنا سقطين إحنا دلوقتي ليه يعني الظلم ده يعني ليه يعني الظلم ده حرام ولا حلال إحنا طلعنا تفوقين ومستنيين درجتنا إن إحنا نطلع من أول الجمهورية على التلفزيون إمبارح في المؤتمر الصحفي إن إحنا نطلع من أول الجمهورية وفي الآخر نطلع لنا نفسنا سقطين نقي الظلم ده حرام ولا حلال إحنا بنطالب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجاب لنا حقنا وارجوك تتدخل يا سيادة الرئيس أرجوك يا جماعة أرجوك إحنا في حد في حد يعني طالع من أول الجمهورية ومتأكد إحنا حلين يعني ورجعنا لامتحانات مع المدارسين مرة واثنين وثلاثة إحنا حلين الإجابات والبوكلت بتاعنا الحقيقي مش اللي إحنا قلني أنتم بدل هلنا دي مش درجاتنا دي مش درجاتنا خالص إحنا بنطالب بالبوكلت والبوبلشيت بتاعنا إنه يتصحح وعايزين الدرجات بتاعتنا عايزين الدرجة الحقيقية بتاعتنا وإحنا عايزين الأربعمية وعشة بتاعنا إحنا عايزين حقنا عايزين حقنا يرجع إحنا مستعدين إن إحنا نحل امتحان مستوى اعلى من ده بكتير بمراحل ان احنا دي مش درجاتنا دي مش درجاتنا احنا مستعدين احنا نحلى اعلى من ده بكتير واصعب من ده بكتير دي مش درجتنا خالص ده ما فيه ما فيش فهم يا جماعة ما فيش عقل خالص عقش احنا يعني مقفلين وطلعين من اوال الجمهورية مقفلين في كل المواد انكم تساقطون اه? هي وصلت لدرجة السقود? لدركة السقود حتى ده أقل من النص حتى ده أنا ده خربنا خالص النتيجة بايزة إزاي ده إحنا مظلومين وارجوكوا تشوفوا لنا حل وشوفوا لنا حل في المصيبة دي ده مستقبلنا ده ده مستقبلنا ده هيأثر على مستقبلنا طول حياتنا ده أدي استغساء للرئيس عبد الفتاح السيس ده ظلم وإحنا نستحق المجموع 410 وتسقطونا وتضيعونا حقنا وتدوا الناس تانيين حرام ولا حلال ده ده فيديو استغساء لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرجوك شوف لنا حل أرجوك اتدخل شوف لنا حل يا سيادة الرئيس أرجوك يا سيادة الرئيس أرجوك إحنا عايزين ربع مائة وعشرة بتاعتنا عايزين ربع مائة وعشرة بتاعتنا ليه إحنا واسكين من نفسين إحنا واسكين من نفسين إحنا اللي راجعنا اللي بتحقن مع مدرس واثنين وثلاثة وقفلناه واحد في الاخر نيجي نلاقيه سقطين فيه حتى مش جايبين نص المجموعة ليه يا ساعة تريس حرام والله الظلم ده والله حرام حرام والله يفض حقنا وجايبين 410 واحنا متأكدين ورجعنا مع مدرس واثنين وثلاثة وفي الاخر تضيعوننا حقنا انا عايزة حق 410 انا عايزة نتيجة بتاعتي اعايزة 410 بتوعي الحق بتوعي وعشان احنا يعني متفوقين اتعمدتوا انكم تنقصونا تسقطونا في الدرجات حرام ولا حلال وضيحطونا مستقبلنا ضيحطونا مستقبلنا احنا مش حارفين نعمل حرام والله الظلم ده والله حرام ده استغاسة الفودي ده استغاسة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ارجوك جبلنا حقنا احنا دلوقتي انا واخويا دخنا الامتحان ورجعنا الامتحانات ورجعنا الاجابات النموذجية يعني انا مش عارفة ازاي رجعنا المحمرة واثنين وثلاثة حرام ولا حلال الظلم انا عايزة حقي عايزة حقي بطالب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ارجوك جبلنا حقنا ده احنا كنا بنذكر للنهار من اول السنة كنا احنا كنا بنعمل اسئلة لنفسينا كنا بنعمل كنا بنحل الاسئلة وكان بنحل الامتحانات اي اصعب من الامتحانات دي لو احنا عم مستعدين نحل الامتحان اي اصعب من الامتحان ده دلوقتي واتدربنا على البابلشيت واسمعنا كلام الوزر وكان تعجبنا الفكرة النظام الجديد في ايه المشكلة في ايه تاني مفيش حاجة نقصة تاني احنا رجعنا الامتحانات مع المدارسين مرة واثنين وثلاثة وعمالة زيد مرة واثنين وثلاثة انا اعملي تاني حرام ولا حلالة عايزين 410 بتوع انا عايزة الـ 410 بتوع انا تكتي عايزين منطالب بالبابلشيت والبوكلت بتاعنا هاتلونا حقا يا سيادة الرئيس ارجوك ده فيديو استغاسة ده فيديو استغاسة يا سيادة الرئيس ارجوك تدخلوا ويجيب لنا حقنا احنا مستقبلنا ضاع والله يسقطونا ومستقبلنا ضاع مش عارفين يا ما احنا متفوقين اتعمدوا انهم يسقطونا عاشي احنا جايبين الدرجة النهائية وسقطونا وضيعونا حقنا ومستقبلنا كمان مش عارفين عام مش عارفين عمر ليه